موسيقى جسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله والصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صغاري أحبابي مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة دروس مادة التربية الإسلامية درسنا اليوم في مدخل الاستجابة وعنوانه أذكر الله أدعو الله في صلاتي ننطلق صغاري من آيات بينات من سورة الإنسان تابعوا معي حفظكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إذن ذكر الله والهدف من الصلاة فبماذا أذكره وبماذا أسبحه إن الله تعالى صغاري في هذه الآيات يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم ليذكره في الصباح والمساء ويسجد له في الصلاة ويسبحه في الليل ويسبحه في الليل إذن فذكر الله كما جاء هو الهدف من الصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني للإسلام شرعها الله سبحانه بشروطها وفرائضها لدوام ذكره في كل حال خلال فترات النهار والليل وذكره سبحانه وتعالى يكون باستحضار الله في القلب والقول فهو ذكر بالقلب حيث التفكر في عظمة الله وخلقه وذكر باللسان الذي يعبر عن تذكر الله وفضله على العباد إذن فالصلاة صغار محل لذكر الله في كل أفعال الصلاة فذكر الله بالقيام يكون بتكبيرة الإحرام الله أكبر ودعاء الاستفتاح وبقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن والقعود يكون بين السجدتين حيث يدعو المسلم ربه بالمغفرة وفي ختام الصلاة حيث التشهد والصلاة على النبي وذكر الله بالركوع يكون بالتسبيح والتعظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الرقوع فعظموا فيه الرب عز وجل حيث نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ذكر بالسجود كذلك يكون بالتسبيح والدعاء سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى والدعاء هو أساس العبادة صغاري وإليه يلجأ المسلم في وقت الشدة والرخاء والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في حديثه أن نكثر من الدعاء في السجود حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء فلذلك صغاري علينا أن نستغل السجود ونلحى على الله في الدعاء قصد القبول والعطاء قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فقدوتنا وأسوتنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في صلواتنا وأذكارنا التي تعتبر الغذاء لقلوبنا والصلة بيننا وبين الله وهي راحة لأجسامنا وطمأنين لقلوبنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتاق كثيرا للصلاة ويتلاهف لوقتها ويقول لبلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال فهي راحة لأن فيها أفضل الذكر وهو القرآن وكذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والتواضع لله والتعظيم لذلك علينا صغاري أن نحافظ على صلواتنا في أوقاتها وبالكيفية التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا سنحاسب عليها فمن صلحت صلاته صلحت باقي أعماله والله تعالى أثنى على عباده الذاكرين وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إذن ليذكرنا الله سبحانه صغاري علينا أن نذكره في السر والعلانية في الصلوات وفي غيرها وذلك ابتغاء مرضاته سبحانه لا سمعة ورياء أمام الناس قبل الختام صغاري سأطرح عليكم سؤالين السؤال الأول في أي فعل من أفعال الصلاة يكون الإنسان قريبا من ربه السؤال الثاني ماذا أقول لأعظم الله في الرقوع أقول قولي هذا صغاري وأستغفر الله لي ولكم وأسأله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودائما أحبكم في الله كثيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته